أولاً إن صراحة هذا موضوع التسريبات والاعتماد عليه بهذا الشكل بغض النظرها سهي صحيحة أو مصحيحة يعني هي حالة معيبة وما ينبغي أن تتفاعل بهذا الشكل الإنسان في مجالسة خاصة ممكن يتكلم بكل شيء ممكن يتكلم بخصوصيات ممكن يتكلم أما طريقة التسجيل كائناً من كان من سجله وطريقة التسريب وطريقة بناء المواقف عليها هذا طبعاً مصح بغض النظر هو الكلام قد يكون يمسنا جزء منه ويمس أطراف أخرى لكن الحياة الخاصة لكل إنسان به خصوصيات هي مو مواقف سياسية الإنسان سياسياً يحاسب على مواقف السياسية المعلنة المتبناها الرسمية اللي يشتغل عليها أما أنا قاعد بتعليله وأسولف وأحكي ألف لا بس رب العالمين يحاسب على السر وأخفى أما البشر مؤمورين بالتعامل على ضوء المواقف هذا أولاً ثانياً هي لا شك المشكلة لما تكون الآن في أي جزء من الطبق السياسي هي ستشمل الجميع يعني لا واحد يتوقع اليوم يكون مشكلة تصير الطرف والطرف الآخر راح يستفيد منه